السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي اليوم جايب لكم اقوى الوصفات بالفلفل الاحمر والتوم نعم بالفلفل الاحمر والتوم سوف تشويهم فوق النار وهكذا سوف قلبه يوشوى يعني قلبه على فرقك يعني يوشوى مثل الفلاف الحمراء يعني سبحك الشيواء هكذا بالفلاف الحمراء وهذه هي الفلاف الاحمراء التي تشاهدنا في فيديو سوف تأخذ الفلاف الحمراء والفحم وتشعلي النار في الفحم جيدا ثم التوم ثم التوم بالنسبة كل ما سنحتاجه هو الستة رؤوس من التوم ثم ستة فلاف الحمراء ثم ستة فلاف الحمراء شوف اول شيء سوف نقبله هو اننا سوف نقشر التوم نقشر التوم هكذا نقشره بالكامل ستة رؤوس من التوم هاد الوصفة هي اقوى الوصفات من اقوى الوصفات. يعني التي قمت بها الكثير من الزبونة وتعطي نتيجة مدقصة. لو انتم تعلمون لا اشارك معكم الا الوصفات الناجحة. قلنا هذه الوصفة سوف نحتاج ستة ستة رأس من توم وستة فلافيل. هكذا اول شيء نقوم بالندخل التوم ثم المقشر ثم بعدها فلفل احمر. ثم توم مقشر ثم فلفل احمر حتى نكمل ستة. حتى نكمل ستة. وبعدنا نكمل هاد ستة. يعني نسوها كأننا نقاضي من الشواء. هكذا ندعم فوق النار في الاخر. ونقول هذه الكلمات تسعة وتسعون مرة. هذه الجملة نقالها تسعة وتسعون مرة. جلبتك جلب فراقي جيك صعب يا فلان ابن فلانة. جلبتك جلب فراقي جيك صعب يا فلان ابن فلانة. نقولها تسعة وتسعون مرة. هذه الجملة نقالها تسعة وتسعون مرة. وكل يعني الفلفل تحترق والتوم يحترق. ونحن نقول هذا وانتي تقولين هذه الجملة تسعة وتسعون احتجكم من تسعة وتسعون مرة وكل ما قلتها وكل ما احترق قلبه بالشوق والحنين والمحب ولا الضمر حتى يتصل ويعتدر ويأتي ويطلب السماء بالنسبة لهاد الوصفة احسن ايام قيم بها هي يوم خميس واثنين بالنسبة لتوقيت يستحسن بعد صلاة العصر يعني في المساء بعد صلاة العصر في يوم اثنين او الخميس يعني في اي توقيت في المساء يعني سبحان الله وصفه معزيز وعطيته الكثير من الزبون جربته كثير من الزبون كل ما قمت بها او جربتها الاو يعني احبيبها عادة ولو كان بينهم فرق عوام او لو كانت بينهم طلق واذا كان زوجها ولو كان يعني لا يعملوا معاملة جيدة بعد هذا الوصفة يعني سبحان الله يتغير كلين ويصبح كل شوق كل حنين كل محبة يعني سبحان الله من اقوى الوصفة